السلام بناس كنتمنى احوالكم الصحة تكون على خير ومرحبا بكم معي مجديد في قناة سالون ومطبخ ام ايا اليوم غانشارك معكم وصفة الزيوت الثلاثية اللي رائعة وهائلة والغنية بالفوائد ديالها هات زيوت الثلاثية لكل شخص كيعاني من تساقط او جفاف الشعر خصوصا احنا السيدات كانعانيهم من مشكلة تساقط الشعر خصوصا فصل الشتاء او على طول السنة تقريبا لهذا المشكل اجت لكم هاد الوصفة اللي هي رائعة وهائلة اللي كنمزجو هات زيوت الثلاثية كيعطينا واحد الزيت اللي غني بالفوائد دياله لمنحيط المعادن او الفيتامينات اللي كتغدي الشعر ديالنا بالنسبة لهات زيوت كما كتعرفو انها زيوت رائعة وهائلة كل زيت كيتختص بالفوائد دياله ولكن كيتشتركو في عنصر واحد انهم مفيدين للبشرة وكذلك للشعر بالنسبة لزيت اللوز كما كتعرفو ان زيت اللوز غني بالخصائص دياله من حيث البشرة وكذلك للشعر بالنسبة للبشرة كما كتعرفو انه كيساعد في تبيض ديالها وكذلك في تفتيح ديالها وكذلك الجفاف اما بالنسبة للشعر خصائصه كثيرة خصوصا انه كيساعد في تليين الشعر ديالنا وترطيب دياله وكذلك اللامعان وكيغدي الجذور ديال الشعر ديالنا بالنسبة لانواع ديالها الزيت اللوز ركن انواع اللي هي كتيرة ولكن دائما كنرقزو على الزيت اللي كيكون الجودة دياله اللي كتكون مزيانة وكذلك دائما رقزو على التاريخ الصلاحية انه يكون دائما جديد وكيما كتلاحظو انا بالنسبة لزيت اللوز ركن استعمل منه انا شاركت معاكم هاد الوصفة لانها مجربة وناجحة كذلك بالنسبة لزيت سيمسيم كيما كتعرفو انه زيت سيمسيم فايتلي شاركت معاكم فيديو وحطيته في القناة ديالي غنخليلكم الرابط دياله عالفوائد دياله رائعة لا بالنسبة للشعر ولا بالنسبة كذلك البشراء كيما كتعرفو انه كذلك معروف بملك الزيوت لانه غني بالعناصر دياله لا من حيث البشرة ولا كذلك الشعر لانه غني بالفيتامينات وكذلك مضادة الاكسادة والفيتامينات والمعادل اللي كيحتاجها الشعر ديالنا اللي كتغديه وكتمنع تساقط دياله وكذلك تقصف كذلك بالنسبة لزيت الخروع زيت الخروع من الزيوت الرائعة والهائلة اللي كنصحكم دائما يكون موجود عندكم في البيت هذا الزيت لانه رائع بالنسبة للشعر وكذلك را شاركت معكم فيديو الفوائد دياله خصوصا الفيديو اللي شاركت معكم لفوائد زيت الخروع اللي شاركتها في وصفة ديال الحواجب اللي رائعة وكتعطيه نتيجة رائعة في تكتيف وانبات الحواجب وهذا الزيت را كذلك رائع وهائل غني بالفوائد دياله لا من حيث الفيتامينات والمعادن وكذلك انه غني بالفوائد اللي كتحارب لنا الفيطريات اللي كتعرض لها فروة الشعر مع التغيرات المناخية كما لحتوا هات الزيت اللي شاركت معكم زيوت رائعة وهائلة كنتمنى تكون موجودة في البيت ديالكم لان التمن ديالها مناسب ولكن غنية بالفوائد ديالها لا من حيث البشرة وكذلك الشعر خصوصا الناس اللي كيعانيوا من تساقط الشعر والتلف دياله وكذلك حتى البشرة الناس اللي كيعانيوا من بعض التهيوجات او التغيرات اللي كتوقع لهم على البشرة ديالهم غندوز في هاد الاتناء نحضر معكم الوصفة كنجيبوا واحد الاناء او واحد الصحن ثم هنا غنعطيكم المقادر بالضبط او المقاييس بالضبط بالنسبة لكل زيت كنناخدو ملعقة كبيرة تكون مملوقة جيدا بالنسبة للملعقة اللي استعملت انا هنا الحجم ماشي كبير كما كتلاحظو كنعمر الملعقة وكنضيف قليل يعني ملعقة كبيرة تكون مملوقة جيدا نفس المقدار من كل زيت هنا اضفت ملعقة كبيرة من زيت اللوز غنضيف كذلك ملعقة كبيرة من زيت السيمسيم كنت منه فعلا نجربوا هاد الوصفة لانه رائعة وهاد الوصفة مأخودة من خبيرة التجميل اللي اعطاتها وفعلا نخديتها من عندها وعطات واحد النتيجة اللي هي رائعة وهائلة كما كتلاحظو من بعد ما ضفت زيت السيمسيم غنضيف كذلك زيت الخروع بالنسبة لها الزيوت رغم البساطة ديالها ولكن رالفائدة ديالها رهية كبيرة وكثيرة على الشعر ديالنا كذلك نضيف ملعقة كبيرة نفس المقادر يعني نفس المقياس كما كتلاحظو أنا حيث عديدين ملعقة هنا متوسطة كننعمر الملعقة وكنضيف قليل بالنسبة لزيت الخروع لكيكون شوية عاقد ثم كننزجهم هنا جيدا حتى كتتمازج ديال الزيوت مزيان كنحركهم كما كتعرفوا أن زيت الخروع كيكون شوية عاقد كنحاولو نزجو لكل جيدا من بعد ما دخلت الزيوت جيدا مع بعضياتها هنشارك معكم طريقة لإستعمال أول حاجة بالنسبة لها الزيوت الثلاثية كتوضح على فروة الشعر ما نوضع على الشعر مباشرة فقط على الفروة كننخذه واحد القطن ثم كننخذه بكمية بكمية من الزيت كنوضعها على الفروة من البداية ديال الشعر ديالنا وفي نفس وقت الفروة جيدا من بعد كننكمل الكمية كاملة اللي لدينا ديال الزيت كان وضعها في الامام كذلك في الواسط في الاسفل من بعد كنغطو الشعر ديالنا بمنديل الدور ديال هاد المنديل ان كيخلي الفروة كتسخن وكتفاعل لنا مع ديال الزيوت وكتفتح المسام ديالها وكتشرب ها جيدا ثم كنخليوها مدة ساعتين من بعد ما كتمر ساعتين كنغسلو الشعر ديالنا جيدا بالماء دافئ والشامبول اللي كستعملو الخاص بنا وبالنسبة الهات الزيوت الثلاثية كنستعملوها مرتين في الاسبوع مدة شهر عاد كتعطينا النتيجة من بعد كنقول نستعملوها مرة واحدة في الاسبوع واللي يبغى يدوم على هاد الوصفة معند احتشي ضرر نهائيا بالعكس كتكون كويقاية للشعر ديالنا بالنسبة لهاد الوصفة رائعة وهائلة لكل شخص كيعاني من تساقط الشعر كنتمنا فعلا تجربوها لأن كتستحق تجربة وكذلك إلا جربتها ونجحت معكم بارتاجيوها مع الأهل والأحباب لتعم الفائدة وشكرا لكم مع السلامة إلى فيديو آخر بإذن الله موسيقى